استعراض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدولي أهداف المنصة الإلكترونية للإرشاد المهني لطلاب الجامعات وخلال اجتماع لاستعراض أهداف المنصة تم التأكيد على خدماتها لأهداف التنمية في المجتمع وتحقيق الترابط والتعاون بين الجامعات وأسواق العمل من خلال دعم الابتكار وريادة الأعمال وتطرق الاجتماع إلى أن برنامج التعليم العالي يهدف إلى تعزيز ربط الطلاب بسوق العمل من خلال العديد من الأنشطة والتي تشمل برامج لتدريب الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل مع ضمان تعيين بعض الطلاب المتميزين في البرنامج وبرامج لإعداد الكوادن من القيادات الجامعية ومديري مراكز التوظيف بالجامعات المصرية من خلال برامج مكثفة تشمل زيارات محلية ودولية للمؤسسات المرموقة